بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج المذهب المالكي بالمغرب وعرضنا في مجموعة من الحلقات الجهود التي بذلها علماء المذهب المالكي عبر العصور من أجل تجديد هذا المذهب وتطويره وجعله يستوعب جميع القضايا والمستجدات التي تقع في حياة الناس وفي حياة المجتمعات الإسلامية وكان لهذا الفقه دور كبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية بفضل ما بدله الفقهاء من جهود في هذا الباب في هذه الحلقة المشاهدي الأعزاء نحاول أن نتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى لموضوع تخصصي يتعلق بجانب دقيق من جوانب التخصص في المجال الاقتصادي الإسلامي وعنوان هذه الحلقة هو دور المذهب المالكي في نجاح العمل المسرفي التشاركي نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الفاضل دكتور محمد أحميل وهو باحث في المعاملات المالية أستاذ الكريم مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج إذن كما ذكرت أستاذ الفاضل يعني أصول المذاهب الفقهية الأصول التي بنى عليها الفقهاء استنباطهم للأحكام أعطت لكل مذهب روحا وجوهرا خاصا به وعطته مجالا للتعامل مع القضايا مع النوازل الفقهية المذهب المالكي يتميز ربما بميزة أساسية كبيرة جدا هي أن أصوله الاجتهادية كانت أصول واسعة جدا مثلا تعامله في إطار المصلحة مصالح المرسلة ويعني سد الذلائع وغير ذلك من الأصول التي ساهمت في يعني تطوير هذا المذهب وفي أن يكون مذهب مفتوحا للفقهاء من أجل الاجتهاد والاستنباط ومسايرات ومواكبة الحياة وتحدثت لأستاذ الكريم بأن كل مذهب مذهب له مفردات خاصة به تميزه عن غيره من المذهب ونحن نحاول أن ندخل ونلجي إلى باب حديث عن بعض المفردات في مجال المعاملات إذن كمدخل لهذه الحلقة ماذا يميز المذهب المالكي في هذا المجال بسم الله والحمد لله والصلاة 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 والعصول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسولة بنا بالحق المذاهب الفقهية وخاصة منها الأربعة وخاصة منها المذهب المالكي تشترك في عدد من الأحكام الفقهية بما فيها كل المذاهب الأربعة ولكن أيضا تتميز بأن لكل المذهب من المذاهب مفردات يعني وهي عبارة أقوال انفرض بها المذهب ولم تقل بها المذاهب الأخرى وهذه المفردات التي ألف فيها كثيرا في القديم والحديث يعني هي في الحقيقة التي تجسد وتبين العصول الشهادية الحقيقية بالمذهب وتبين العصول الشهادية التي تميز المذهب عن غيره وهكذا نجد بأن المذهب المالكي له عدد من الأراء والانفراد التي انفرض بها وهي فعلا تجسد تجسد مثل ما تفضلت في مقدمتك العصول الشهادية الثرية والواسعة وخاصة منها العمل بالمصلحة المرسلة وكما قلت هذه المفردات كتب فيها قديما وحديثا في باب المعاملات وفي باب الأقضية وفي باب العبادات ولهذا السبب لعلنا نجد لماذا بعد أئمة كبار فقهاء المذهب أخرى شهدوا للمذهب المالكي بتميز وتفرد أصوله وعرأس هؤلاء شيخ اسلام النتيمية الحنب المذهب الذي قال من تعتبر أصول الشريعة وقواعدها وجد أن أصول مالك هي أقرب الأصول والقواعد للشريعة بل أيضا وقال أيضا في كل باب من أبواب الشريعة قال في باب البيوع وأصول مالك في البيوع هي أجود من أصول غيره وذلك لأنه كان يقال بأنه أخذها عن سعيد مسيب الذي كان يقال بأنه أفقه الناس في البيوع بل أيضا قال في باب المشاركات بأن أصول مالك في المشاركات أجود وأعدل من أصول غيره وهكذا إذن هذا المذهب يعني تميزها مثل ما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم تيمية بأنه أجود أصوله هي أجود الأصول في باب البيوع وفي باب الشركات وهذه هذان باباهم أوسى أبواب المعاملات ناهيكم عن المعاملات الأخرى طبعا صحيح إذن هذه شهادة من شيخ الإسلام بن تيمية العالم المجتهد في أصول مذهب مالك وكما ذكرت أستاذ الكريم وهذا ملحظ مهم يعني النظر إلى الأحكام الفرعية الفقهية يحيلنا بالضرورة إلى ننظر في الأصول وهذا هو سر المذاهب يعني المذهب ليس مجموعة من الأحكام والفرع الفقهية وإنما هو إن بني على أصول وهذا هو النسق دي المذهب يعني حتى حين نتحدث عن أهمية المذهب نتحدث عنه في هذا الاتجاه في كونه نسقا يعني وليس فقط يعني مجرد اختيار يعني هكذا اعتباطي إذن أستاذ الكريم لو نبدأ إن شاء الله سبارك وسعلا بتعريف نحن بصدر الحديث عن العمل المصرفي التشاركي ماذا يقصد به العمل المصرفي التشاركي؟ نعم العمل يعني بدأ في الحقيقة بصفة رسمية سنة 1975 ببنك دبي الإسلامي نعم ثم ببنك الواحد والآن توسع وأصبحت عدد مؤسسات العمل المصرفي التشاركي أكثر من أربعمائة مليار دولار وأيضا تقلت من مؤسسة واحدة سنة 1975 إلى الآن أكثر من أربعمائة مؤسسة وأيضا تقلت من 20 مليون دولار تأسس بها بنك دبي الإسلامي هناك والآن أصبحت ألف مليار دولار طيليون دولار مجملة أصول عمل صيفة التشاركية الصفة الثانية التي تميز هذا العمل المصرفي التشاركي هو صفة تشاركية نعم وهذه هي التي تميزها عن العمل المصرفي التقليدي الذي ينبني على القرض على الإقراض بالضبط العمل المصرفي التقليدي ينبني على علاقة دائن ومدين صحيح عن طريق صيرة العقد سواء كان في تجميع الأموال من المدخرين أو في توظيفها واستثمارها أما العمل المصري في التشارك فهو يتميز بصفة تشاركية مع المودعين فالمودعون الذين يدعون أموالهم في البنوك التشاركية هم شركاء للبنك وأطراف مشاركة للبنك وليسوا مقيدين له ولا تربطهم به علاقة دائن ومدين وإنما علاقة مشاركة في الأرباح وفي الخسارة فعندما يستلم البنك التشاركي هذه المبالغ المقدية عن طريق عقد المضاربة بحيث يكون المودعون هم أرباب أموال ويكون البنك هو المضارب فيقوم باستثمارها في مختلف أنواع سياغاً متمدة في الشريعة وما ترتب من أرباح يتم اقتسامه بين البنك وبين العميل طبعاً نحن في المغرب عندنا الآن مشروع قانون مؤسسات الاعتمان المعدل هو قد تضمن فصلاً بعنوان البنوك أو مصائف التشاركية ويتضمن عدة مواد تنظم هذا العمل المصرفي التشاركي وبما في ذلك إحداث لجنة شريعة للمالية التي تعمل في بنك المغرب ويتولى بنك المغرب السكرتاريتها وهذه الهيئة الشرعية العليا المركزية أو لجنة شريعة المالية هي التي ستشرف على تطبيق هذه البنوك التشاركية للشريعة ومدل تزامها بالشريعة وفعلاً سندخل إن شاء الله تعالى بعد أن يمر هذا القانون على البرلمان ويتم المصادق عليه إصداره سنمر إلى تجربة جديدة سيكون لعلماء المغرب ولدور كبير في بيان وإبراز الأراء المالكية الجميلة التي ساهمت في التنمية الاقتصادية وهذا ما سنرى إن شاء الله قريباً إن شاء الله تبارك وتعالى إذن ميزة العمل المصرفي التشاركية هو المسألة التشاركية بمعنى أن المؤسسة المالية مع هذا الزبون إذا شئنا الذي هو شريك يعني بطبيعة الحال هم شركاء في الربح والخسارة بطبيعة الحال وهذا ينبني على مبدأ وعلى قيم الإسلام في جانب المعاملات المالية إذن ذكرت لأستاذ الكريم يعني مجموعة من الآراء في المذهب المالكي التي ساعدت على تطوير هذا العمل المصرفي وهذا يبين يعني النظرة أو قدرة الفقه المالكي على التعامل مع القضايا وعلى صبغ المعاملات بطبيعة أو بصبغة شرعية إذن عندي وأنتم لتذكير للمشاهدين لكم مساهمة كتابة في هذا الموضوع موضوع العمل المصرفي التشاركي إذن تحدثتم عن عشرة آراء في الجملة من الآراء التي للمالكية في هذا المجال والتي ساعدت كما ذكرت إلى تطوير هذا العمل المصرفي إذن أولا رأيي المذهب المالي كفي الوعد المالي إذن أو التجاري تصرحوا لنا هذا الأمر نعم والأصل الذي بنى عليه هذا القول عندهم نعم كما قلت البنوك التشاركية تقوم باستثمار الأموال وبتمويل الناس الراغبين في شراء السيارات وسيراء العقارات وهنا البنوك تواجه مشكلة وهو أنه إذا اشترى البنك العقار فيأتي زبون يقول لا أنا لا تراجعت عن رغبتي في شراء هذا العقار منك فما الذي يحدث يحدث أن البنك يصبح بين أيديه العقار إذا عرضت أن يصرفه قد يصرفه بخسارة وإذا أراد أن يرجعه إلى مالكه قد يرفض ولهذا طبعا هذا الأمر قد يجلب خسائر مالية على البنك وهذا الأمر سيضره باستقرار العمل المصرفي والبنكي وابتالي سيضره بالاقتصاد يعني هذه حالة تقع يعني واحتمال وقوعها طبيعاتها الكبير وهو أن يعني الزبون بعد أن يكون قد أبدى رغبته في شراء يعني هذا يبيع المرابحة الآن المرابحة الآن نعم نعم إذن يريد شراء مثلا منزل أو سيارة ولكن بعد ذلك يبدو بأنه لم يعد مستعدا لذلك بالضبط فكيف يعني نلزمه بطبيعة الحال المؤسسة المالية الآن هنا أمام خسارة محققة إذن فما الذي يجري نعم فهنا المدهب المالكي أسعف البنوك التشاركية برأيه يعني انفرد به دون بقية المداهب وهو أن أن الوعدة المالية إذا دخل الموعود فيه بسببه في تكلفة نعم وفي التزام معين فإن هذا الوعدة يصبح لازما للواعد وهذا الأمر يعني كما قلت هو المشهور في المدهب المالكي أن العيدة إذا ترتب عنها تكلفة مالية على الموعود على الشخص الذي أعطيناه الوعد فإن هذه العيدة تصبح لازمة شرعا وبالتالي أصبحت البنوك الإسلامية والبنوك التشاركية ماذا تعمل توقع الزبون على وعد بالشراء قبل أن تقوم بعملية المرابحة وهذا الأمر يعني ترتب عنه أن البنك إذا يستطيع أن يسترجع أي خسارة يعني يتكبدها في حالة نكور العميل عن الاستمار في المرابحة وهذا في الحقيقة نعكس على العمل المصابي التشاركي باستقرار وبالتالي إذا المؤسسة المالية تجري عقدا مع الزبون قبل أن تشتريه هذا يعني مع البنك فإنه يتحمل أي هو الذي يتحمل الخسارة هو الذي يتحمل أي خسارة يتكبدها البنك نعم وهذا عملا بالمذهب المالكي وهذا أيضا ما أخذ به وأقره مجمع الفقه إسلامي في جدة نعم وطبعا هذا الفقه الجميل يعني هو في الحقيقة يرجع إلى أصل مهم جدا من أصول مذهب المالكي هو الأخذ بعبوات النصوص نعم فالنصوص التي تأمر بالصدق وتنهى عن خلاف الوعدي وعن الكذب وعن ذلك كما قال يعني تقولون ما لا تفعلون نعم فهذه النصوص فعلا المالكية يعني طبقوها على هذا الوعد المالي واعتبر ابن العربي بأن الشخص إذا وعد يعني شخصا آخر بأمر ترتب عنه تكلفة فإذا هو عنده عزم على هذا الوعد وبالتالي يلزم به ناهيكم عن المصلحة هنا حديث لا ضرب ولا ضرار وأن المصلحة تقتضي أن الشخص إذا أدخل ضررا على شخص آخر بسبب وعده فإنه يلزم بهذا الوعد ويتحمل ويتحمل أي تبع أعطاها لهذا الوعد ولهذا سنجد هذا الأصل سواء أخذ بعملات النصوص أو أخذ بالمصلحة يعني سنجده في بقية المفادلات التي سنتحدث من شاء الله إذا انطلاقنا يعني من قول الله سعال أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وإن كان الخطب هنا عام له صفة العموم ولكن يعني الفقهاء بطبيعة الحال استفدوا من هذا النصوص ومن غيره يعني إمكانية إلزام الواعد الذي فعلا طبعا بعض الفقهاء المعاصرين يثيروا إشكالية هو أن هذا الوعد المالي الملزم هو ملزم عند المالكية في باب التبرعات وليس في باب المعاوبات والمربحات ولكن هم لا يقال أمرين الأمر الأول أنه حتى لو صح هذا الأمر وهو مشفوك في صحته هو أن الوعد الملزم وعن ما يمزم مخاصب التبرعات فلنقول يقاس عليه فكيف لا نستطيع أن نقيس معاني إلزام بالوعد في معاملتين بالملايين صحيح ويتتبع عنها خسارة محققة للبنك إذا نكل الواعد كيف لا نقيسها على أمره هو أقل وهو الوعد في مجال التبرعات وعلى ذلك الأمر ثم أيضا نقول بأن المالكية صحيح أنهم يعني لهم في بيور الآجال يعني رأي يقوم على سد الزرايا ويحكمون بكراهتها وبعض يمنعونها ولكن نقول بأن الحاجة الآن تقتدت أن نأخذ برأي المالكية في وعد المالي الملزم وأما أما مدوء رأيهم بالكراهة في ميوع الآجال فهذا طبعا يعني الآن المصلحة تقتضي أن وأصبح من المعروف ومن المعمول به في جميع الأقطار البيع بالأجل والمرابحة بالأجل وغير ذلك من المعاملات نعم هناك أيضا رأي فقهي آخر المالكية هو خلط أموال المضاربة يعني وهذا ما يتيح بطبيعة الحل المؤسسة المالية أن تستغل أو تستمر هذه الأموال التي تجمعها من المضاربين نعم إذن ما وجهه هذا الرأي نعم هذا أيضا فعلا رأي جميل آخر من الأراء التي انفرضت بها مدرسة المالكية وهو أن المضارب الذي يضارب بأموال الآخرين نعم ويستثمر ويستثمر هل يجوز له أن يخلط أمواله الذاتية ورأسماله الذاتي بهذه بأموال الآخرين في وعاء استثماره واحد ويستثمرها ويتاجر بها وهل يجوز له أن يضم إلى أموال التي عندها أموال من الأشخاص آخرين حتى لو لم يعلم الأشخاص الأول الذين أعطوه أموالهم لكي يستثمرها ويضاربها هنا المذهب المالكي فرض بأنه أجاز أن الخلط أموال مضاربة مع بعضهم البعض سواء كانت هذه أموال مصدرها من المضارب نفسه أم من أموال أشخاص آخرين لهم رأس المال يريدون أن يستثمره فماذا المالكي أجاز هذا الأمر حتى لو بدون علم أرباب الأموال حتى إذا يعني ليس مضطرا إلى أن يستشيرهم في الأمر ليس واجب لماذا المالكي نظر إلى أن هذا قوة للمضاربة وقوة وطاقة مزيدة للسثماء والمضاربة ولنجاح المضاربة ويتحصيل مزيد الأرباح يعني هذا تشجيع كما نقول للتنمية ولفرص الاستثمار يعني هذا العمل يعمل التقييد لمؤسسة مثلا المالية وكذا سوف يحد كثيرا من نشاطها ومن قدرتها على الاستثمار يعني هذا يعني في إطار الدفع للفقه الإسلامي هذا هو يعني هذه الأرى الاجتهادية هي لتفتح المجال لل بالضبط نعم لتشجيع المبادرة الاقتصادية وكذا الآن المؤسسات المالية التشاركية هي تفتح حسابات مضاربة لألاف من الناس لآت الألاف من الناس نعم فهذا رأي المالكي يتيح لها أنها تجمع هذه الأموال كلها من الزبائن وتضع في محفظ استثمارية واحدة وتتاج بها وتوزي على الأرباح عليهم بالنسبة والتناسب بقية المداهب قالوا لا هذا تعدي نوع من التعدي وضرر بال المداهب المالكي قال لا لم يرضوا إليه أنها تعدي وعندما نضع إليه بأنها قوة للمضاربة وقوة للاستثمار وفعلا الآن كل بلوك تشاركية في العالم تأخذ برأي المالكية وهذا أمر أقره مجموعة الفقه إسلامي وبالتالي نرى كيف أن الأراء المذهب الكريم والكبير والعظيم التي خيلت من عشرات القرون الآن تسعف المؤسسات المالية المعاصرة في توسيع استثماراتها وفي تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية إذن أستاذ الكريم أيضا هذا القول ربما ينبني على الأصل الكبير الذي هو أصل المصلحة المرسل قريبا نعم عندنا أيضا رأي الفقهي البيع قبل القبض هو أيضا رأي فقهي المالكية ماذا يعني هذا الرأي طبعا من المعروف الشرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القرار نعم أي شيء الذي احتمال أن يوجد أو لا يوجد أن يكون أو لا أو لا يكون وهنا جاء نهي على أن يقول سمك في بحر بالضب سمك في الماء أو في الهواء نعم فجاء النهي أيضا موضوع قضية بيع الشيء قبل قبضه نعم شخص اشترى شيء الماء سيارة دارا حتى لو جوالا شيء بسيط يعني جهاز اتصال فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه وأن يستلمه هذه نقطة خلافية في الفقه الإسلامي وانفرد المذهب المالكي برأي جميل وعظيم المذهب ماذا قال قال بالنسبة للطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه مطعومات مطعومات كل أنواع المطعومات من القمح والضرة والدقيق وغير ذلك الأمور هذه أشياء لا يجوز أن تباع أن يبيع من اشتراها إلا بعد أن يقبضها وأن يحوزها إلى رحاله وهذا أمر مجمع عليه في الفقه الإسلام نعم وماسي والطعام يجوز أن يباع عند المالكية وهذا الفرد به يجوز أن يباع قبل قبضه طيب ما الفرق بينهما نعم الفرق بينهما أن المالكي يقولون بأن النص ورد في الطعام نعم فغيره لا يقاس عليه لماذا لا يقاس عليه قالوا التعام هو وقوة الأبدان نعم وقوة الحيوان وبه تقوم بنيا الكائن البشري فهذا لا يمكن أن تقاس عليه أي صلاة أخرى والشريعة خصت الطعام باعتباره قوة قوة البشر وطعام البشر بأن لا يباع إلا بعد أن يقبض حفاظا على استقرار أسعار المطاومات عجب لنمسأل أساسي في حياة حياة الناس فلو سمحت الشريعة بتداولها قبل قبضها بإعادة بيعها مرات ومرات قبل قبضها سيكون المتضرر الأخير هو مستهلك الأخير صحيح وهذا الذي حدث وهذا في سنة 2008 بسبب الأزمة الغذائية العالمية المعروفة وهذا الأزمة الغذائية من بين أهم أسبابها وهو إعادة بيع الطعام قبل قبضه وهذا أمر طبعا محرم في الشريعة بالإجماع وهو ما تتبع عنه في اتفاع وغلاء الأسعار المواد الغذائية هذا خاص بالطعام المطعومات أما غير المطعومات فبقية المداهب اختلفوا الحنبيق قال لا يجوز بيع المنقولات قبل قبضها أما العقار يجوز بيعه قبل قبضه الشافية قال لا لا يجوز بيع كل شيء قبل قبضه الطعام غير الطعام الحنبيق قال لا لا يجوز بيعه قبل قبض إلا فيما في حق توفية مما يعبر ويزن ويكار عيد ذلك الأمور لكن حقيقة المذهب المالكي وسع على الناس وشرط القبضة قبل البيع فقط في الطعام أما ما سوى الطعام من المنقولات من السيارات ومن العقارات ومن الحواسيب ومن أشياء يجوز أن وفق المذهب المالكي أن تباع قبل قبضها لأنها وهذا من رأي أدى إلى تيسير المعامات على الناس وفعلا نجد أحيانا أنه بعض المواد لا يصعب أن تفرغ من السفن فعلا ولو فرغت لا يصعب حيازتها وإستفاؤها كاملتها بارك الله فيك أستاذ الكريم نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث بعد الفاصل لمشاهدين الأعزاء نعود إليكم لمتابعة هذه الحلقة بعد فاصل قصير فابقوا معنا فتمسك به يا أخي يا أخي يا مغربي يا مغربي أواقع الجمال برنامج يتتبع الجمال ويقرأ الجمال ويبحث في الجمال في هذا الكون العريض ثلة من العلماء والمفكرين يبحثون لكم في هذا المجال إنسان ليس كائنا ماديا يخضع لقوانين ثابتة مثل قوانين التمدد في الحرارة والتقلص في البدودة أو الدوبان أو التجمد كما هو في العلم المادي من المنطلق الديني ومن المنطلق الإسلامي أن الخطاب ينبغي أن الملامسة تبكى النفخة التي نفخها الله سبحانه وتعالى في روح الإنسان عدم الاستسلام الصبر التفوق الألم هذه كلها تدرس في كبريات المدارس التدبير المقاولات بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين نعود إليكم من جديد لمتابعة هذه الحلقة من برنامج المذهب المالكي بالمغرب التي عنوانها دور المذهب المالكي في نجاح وتطوير العمل المصري في التشارك ومعنا في هذه الحلقة لأستاذ الفاضل الدكتور محمد أحمين وهو الباحث في المعاملات المالية أستاذ الفاضل إذن كنا بصدد استعراض مجموعة من أراء المذهب المالكي الفقهية والتي فتحت مجالا كبيرا للعمل المصري في التشاركي لنجاحه ولكي يحقق هذا العمل ما يرتج منه إن شاء الله تبارك وتعالى من أن يكون بابا واسعا لتشجيع على المبادرة الاقتصادية وتطوير اقتصادي المسلمين إذن كنا مع البيع قبل القبض وبطبيعة الحال بالتلخيص يمكن أن نقول بأن المذهب المالكي في هذا الأمر هو أنه في باب المطعومات هو من الطعام على الاعتبار حاجة للمجتمع الماسة إلى الطعام لا ينبغي ولا يحرم ولا يجوج بيعه قبل قبضه وقبل حيازته أما ما عاد ذلك من الأمور عند المالكية فيجوج لأنه كما ذكرت أستاذي الكريم قد يصعب وقد يعسور تحقق ذلك في مجموعة من الأمور ومن الأعراض التي تباع وتشترى إذن وهذا ما فتح المجال للمؤسسة المالكية التي تعمل بصغة تشاركية فتحته المجال باش أنها تدخل في هذا العمل المهم في شراء وبيع المنازل والعقارات والسيارة إلى غير ذلك إذن إذا سمحت أن نمر لقاعدة أخرى هي مسألة أو عمل أو رأي فقه آخر هو التوسع في إجازة الشركات نعم كيف يعني يوسع المذهب المالكي في هذه المسألة نعم أنا سبقا قلت بأن الشيخ سامتيمي يقول بأن أصول مالك في المشاركات أو باب الشركات هو أعدل وأجبد من أصول غيره نعم وسر في ذلك أن الإمام مالك قد توسع أكثر من غيره من الأئمة أئمة ملاهب الأخرى في إجازة الشركات وفهو أجازة تقريبا عدد كبير جدا من الشركات شركة العينان والمضاربة والمساقات وعلى حين شركة الأبدان أو الصنائع يعني هذه أنواع كثيرة تجد كتب الفقه المالكي ومدونات مذهب زاخرة بأحكامها وبتفصيلاتها مثلا المذهب المالكي أجازة توسع في المساقات المساقات يعني من عنده شجر يدفعه لغيره لكي يسقيه ويعتني به ويختصبها للصمر هذا الأمر طبعا يمكن أن يقع في مساحات الزراعية الكبيرة يعني بحيث أنه صاحب الشجر من العنب وغير ذلك من الأشجار المثمرة يدفعها لمن الشركات ذات خبرة أو الأشخاص ذات الخبرة لكي يسقونها ويعتنوا بها ويتقاسمون الربحة والخسارة في المبان نعم بقية المداهب الإمام أبو حنيفة منع المساقات وبقية المداهب الذين أجازوها أجازوها إما في النخل فقط أو في النخل والعنب لكن مذهب المالكي أجازها في كل أنواع الشجر وعمدة في ذلك المصلحة المرسل أن هذا الأمر يعني هذه المساقات هي عقد في مصلحة وهذه مصلحة يعني موجودة في العنب وموجودة في النخل وتوجد أيضا في كل أنواع الأشجار وبالتالي المذهب المالكي وسع من الأوعية السيثمارية والأدوات السيثمارية التي ستساهم في تنوية اقتصادية للمجتمع عن طريق توسعي في إجازة الشركات نعم إذن أيضا هناك رأي آخر هو التغريم بالمال وهو رأي الفقهي أيضا معروف نعم نعم التغريم بالمال هذا باب يعني دخله المالكية ويعرف به المالكية مثل ما يعرفون بغيره من أبواب الفقهية فهم يقولون بالعقوبات التعزيرية بالمال والسبب في ذلك كما قال الشيخ اسلام تيمي في رسالتي التي فضل فيها أصول مدسة المدينة والمالكية كسرت النصوص والآثار التي وجدوها بين أيديهم في دار الهجرة ومستقر قبر محمدين الحمد لله صلى الله عليه وسلم نعم فلهذا يعني وجدوا من الرصوص التي نعم يعني فيها يعني التغريم بالمال ويعني الدلاع يعني القنينات الخمر وغذائك التي يعني كان أمر الله يتلعى بإطلافها فالمالكي قاسوا عليها وتوسعوا أخدم بمبدأ المصلحة المرسلة في كل ما يفيد في هذا المجال وهنا الفرد المالكي برأي طبعا مهم جدا وأخص بالذكر فقيهين مالكيين وهما ابنه دينار وابنه نافع في القرن الثاني الهجري كما تعلم هناك في المعاملات المالية بين الناس وفي المؤسسات التشاركية في حالة وجود دين معاملة بالمديونية بين الطرفين فالبلوك التشاركية معظم معاملاتها معاملات قائمة على المدينات من المرابحات وإيجارات وغير ذلك فالبلوك التشاركية تبيع عقار وتفقد تطالب زبون بدين وبأقصاد على فترات متقاربة هنا نلوحظ أن عدد من الزبائن بسبب عدم موجود غرامة التأخير في البلوك التشاركية يعني يمكن أن يتأخروا في الأفعاد يمعطل في السداد للبلوك التشاركية ويمعطلوا في سداد ديونهم وإذا ماذا تلجأنا هذه المؤسسات من أجل أنت بالضبط فالمؤسسات التقليدية البلوك التقليدية ما تتعمل تأخذ فائدة وبالتالي الزبون يسارع بسداد ديونهم يسارعون على الزبون من خلال الفائدة من خلال الفائدة كلما تأخر السداد كلما زادت الفائدة بالدرد أما في البلوك التشاركية لا تستطيع أن تعمل هذا الأمر إنه مخايف الشريعة فماذا لم تجد مسعفاً إلا رأي هذين الفقرين المالكيين بنوذي ناغ وابنو نافع في القرنين الثاني الهجري وهؤلاء يقولون بأن بجواز الإنزام بالتصدق والإنزام بالتبرع أنه إذا هناك معاملة معينة والشخص يلزم نفسه بتصدق بمبلغ مالي معين لطرف ثالث في حال تأخذي عن السداد هذا الأمر يجيزه هذان الفقهان المالكيين بن دينار بن نافع وعليه أخذت البنوك التشاركية بهذا القول وبهذا الرأي وأصبحت تدعو شرطاً وبنداً في عقود مرابحات والإيجارات مع الزبائن بأنه في حالة التأخذ عن السداد بدون وجهه حق بدون أن يكون الزبائن معسراً فإنه يلتزم بالتبرع من ملغ مالي لجهات خيرية يتم الصرف إليها وفق الأنظمة المنظمة لهذا الأمر في البلد وطبعاً هذا الأمر ساهب في انضباط الزبائن في سداد مديونياتهم بعد أن كانوا يماطلون لأنهم لا يجدون هادعاً ولا يجدون شيئاً يلزمهم بالسداد وفي البلد مثل السودان أصبحت البنوك هناك تجأر البنك المركزي بلوك تشاركية تجأر البنك المركزي بالشكوى بأن الأموال كثيرة معطلة عند الزبائن لم يسددوها تأخروا بسدادها ولا نستطيع أن نعمل فيهم شيء فكان هذا الرأي المالكي من هذين الفقهين المالكيين ابن دينار وابن نافع في القناة الثاني الهجري مسعفاً لهذه المعضلة وحالاً لها وبالتالي الآن هذا الرأي المالكي في المدرسة المالكية متبق في كل أنحاء العالم يوجد هذا البند الذي هو طبعاً يسند دمما يسند إليه على عمومات النصوص مثل ما قتل من قبل المالكية يعملون النصوص إلى أبعد في الحديث المتفق عليه مطل الغنية ظلم وفي الحديث الآخر عند أحمد والتيميد والماجعيد ذلك ليل واجدي ظلم يحل عرضه وعقوبته فعقوبته هنا لفظ مضعف واللفظ مضعف من ألفاظ مسيح العموم فتشمل الحبسة كما يقول فخار أقدمون وأيضاً تشمل هذا الالتزام بالتصدق مثل ما يقول هذان الفقه المالكيين وهذا أيضاً فيه مصلحة لهذه الأساسات التشارفية يعني هو أستاذ الكريم يعني يعني هو بطبيعة حال طريقة في الضغط على الزبون من أجل أن يسدده في الأوان وحتى في الوقت الذي لا يسدد فإن هذه مصلحة كبرة جداً تتحقق كما ذكرتم تذهب إلى المؤسسات الاجتماعية يعني هو في نفس الوقت تمارس الآن عملة اجتماعية بالضبط إضافة إلى عمل التنموي والاستثماري وكذا بالضبط المؤسسة المالية أيضاً تباشر عملاً اجتماعياً مهماً جداً وطبعاً هنا يبغي أن يعلم بأن البنوك هي مخزن وحوض لسيول النقضية في المجتمع صحيح كل الناس يدعون أموالهم في البنوك فلو أن هذه البنوك ليس عندها وسائل لضمان أو لحماية هذه الأموال من المتأخرين من المواطنين سيكون هذا فعلاً مشكلة عن المستوصولة مسؤولة عن المستوصولة صحيح فطبعاً فضلوا بعد الله عز وجل يعودوا لهذين الفقهين المالكيين بنو دينار وابنو نافع في القرن الثاني الهجري هذا رأيهم طبق بعد قرون طويلة عجيب وهذا يبيننا أن أثر يعني الاجتهاد الفقهي وأثر إعمال الفقه في القضايا والمستجدات يعني برأي فقهيني يعني حلت في الحقيقة هي معظلة حقيقية جداً يعني لذلك قلتها المسألة الآن عممت في جميع المؤسسات بغض النظر عن كونها يعني تختار المذهب المالكي أو غيره لأن المسألة ملحة إن مسألة تقتضيها المصلحة الراجحة للجميع يعني للمؤسسة وغيرها إذن هناك إذن نقف مع رأي فقهي آخر هو عقد التوريد وبيعة أهل المدينة ما المقصود بهذا ومجال إعماله من المعلوم حالياً بأن عدد المؤسسات التعليمية والعلاجية والمستشفيات وأيضاً المصانع التي تحتاج إلى أن تولد سلعاً على فترات متوالية ومتباينة ولكنها أيضاً لا تستطيع أن تدفع السمنة نقداً وهذا النوع من المبيع يسمى بيع التوريد وهو معروف القانون التجاري هذا البيع يرى أنه يصدم بقاعدة شرعية وهي منع بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين المعاملة المؤجرة البدلين ابتداءاً هي معاملة ممنوعة في الشريعة لكن هنا المالكية لهم رأي أيضاً يعني انفردوا به وخرج عليه على عليه هذا العقد الجديد وهو عقد التوريد وهذا الرأي هو إجازتهم لما يسمى في الفقه المالكي وفي المدونة أساساً ببيعة أهل المدينة جاء في المدونة بأن الناس كانوا يتبايعون اللحمة من الجزار والثمن إلى العطاء إلى أن يصلهم أعطيات في أوقاتها فإذن هنا هي معاملة قائمة على نوع من تأجيل المبيع الذي هو اللحمة هنا أو أشياء أخرى وأيضاً تأجيل الثمن إلى العطاء فالمالكية هنا أجازوها قالوا هذه المعاملة جائزة وهي ليست من البيع الدين بالدين المني عنه لأمرين الأمر الأول هو أن هذا البائع هو من أهل الحرفة نعم ومن أهل الصنعة وعنده السلعة ابتداء أصلاً ليس بالدورة أن توجد سلعة كلها عنده فلهذا ما داء إذا كان البائع من أهل الصنعة ومن أهل الحرفة وعنده سلعة ابتداء حتى لو لم تكن كلها فهذا ليس فيه تأجيل لهذه السلعة وإنما هي سلعة شبه حاضرة والأمر الثاني أنه ينبغى أن يسلمها في أقرب الآجال ووضع ذلك أسبوعين وطبعاً مع المصلحة يمكن أن نوسعها حسب إذن بيعة أهل المدينة هذه التي عرفت في المدونة هي التي خرج على أساسها عقد التوريد وبسببها نحكم على هذه المعاملة التي تنتشر بشكل كبير جداً في المؤسسات التي تعتمد على توريد سلعة مثل المستشفيات والمصانع وغير ذلك أو الأغذية وغير ذلك نحكم بأن هذه معاملة جائزة شرعاً وهي أخت بيعة أهل المدينة المعروفة في مدينة دار الحجرة نعم بارك الله فيك يعني في الحقيقة هذه الأقوال كل قول قول إلا وفيه يعني إشارات مهمة جداً ويعني تعطينا أن ينظر على العقل الفقهي خاصة عند المالكية الذي هو يعني عقل مارسة الإجتهاد مسألة أيضاً رهن الديون وفيها أيضاً الحساب الجاري نعم المالكية في باب الرهون أو ما يسمى باب التوثيقات يعني فقه هم يقوم على التيسير والمسامحة نعم ويقول بل حتى في باب التبراء هم مثلاً في موضوع الغرر المنهي عنه كما في صحيح مسلم قالوا وخاص من المعارضات يعني لا تبيع السباك في الماء ولا طيب في الهواء أما تريد أن ترهن شيئاً قد يكون وقد لا يكون هذا أمر جائز لماذا؟ يقول لأنه يجوز لك أن تعمل معاملة وتعمل البيع بدون رهن نعم فلأن يجوز البيع مع شبه رهن أو رهن فيه غرر فهذا أمر نعم هو أولى من من لا شيء من لا شيء فمن رضي بالأول بأن يبيع بدون رهن بدون توثيق دينه فلأن يرضى بتوثيق دينه بأمور محتملة صحيح وفيها غرف هذا أولى بالجواز ولهذا يجيزون مثلاً بيع الشجر أو السمر قبل بدون صلاحي لا يجيزون الملكين ولكن يجيزون أن يرهم أن أرهن يعني السمر قبل بدون صلاحي لأن هذا هذا توثيق وتكميل للعقد صحيح ومن هذا الباب أيضاً أجازوا رهن الديون الديون هي أموال محتملة احتمال أن تسترجعها أو أنت لا تسترجعها نعم ففيها نوع من الغرر ولكن الملك يقولون يجيز أن تكون محل رهن لأنها شيء مكمل للعقد ولأن يجيز العقد بدون رهن أو لأن يجيزها برهن مع رهن محتمل ومن هذا الباب في المؤسسات نعم كيف تستمرها يعني المؤسسات المالية نعم المؤسسات المالية التشاركية عندها ما يسمى بحسابات الجارية الحساب الجاري هو عبارة عن قرض من زبون للمؤسسة المالية نعم فإذا هو دين في ذمة المؤسسة المالية فهل يجوز للمؤسسة المالية أن تعطيه تمويلاً وأن تعطيه مرابحة أن تمويل الشراء مسكاً أو سيارة لهذا الزبون بضمان حسابه الجاري بضمان الأموال الموجدة الموضعة في حساب الجاري التي تعتبر ديماً ديناً في ذمة المؤسسة المالية هذا الأمر يجوز عند المالية ويطبق الآن في المؤسسات التشاركية التمويل التشاركية نعم يطبق هذا الأمر عملاً بهذا الرأي الذي انفرض به ساداته من المالية نعم مسألة أخرى متعلقة أيضاً بالجانب الشرعي وهي أخذ الأجر على الفتوى رغم أن هناك طبيعة الحال ربما كما ستذكرون هناك نصوصاً يعني توجب على أهل العلم أن يبينوا فهذه قاعدة أخذ الأجر على الفتوى كيف ذلك؟ نعم طبعاً موضوع الفتوى المالية هي موضوع مهم جداً لأنها تساعد على التزام بالشريعة وتطبيق الشريعة نعم فالمالكية هنا نظروا نظرة يعني مصلحية وقائمة على المصلحة المرسلة يعني وقالوا في حالة إذا يعني كان يعني هناك أحوال معينة يعني لا يستطيع الإنسان أن يتفرغ للفتوى نعم يعني 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 من بيت المائل المسلمين ومن الدولة وهذا مثل ما هو معمول في المغرب وغيري من الدول أيضا وعيضا نحن في المغرب أن نجنة الشريعة المالية التي توجد في المشروع المعدل لقانون مؤسسات اعتمال وما في حكمها يعني هي تعمل في طار بنك المغرب وبالتالي ستتخابة أجرة من الدولة وهذا الأمر طبعا هو الأصل الذي يعمل به ويطبع لكن في حالة إذا كثرت المؤسسات المالية ومثل بعض الدول التي لا يوجد فيها لجنة مركزية للفتوى في البنك المركزي ما هو الحال؟ هل بالبنوك يمكن أن تذهب إلى كل عالم وتقول له يا سيد الشيخ أنا عندي معاملة أريد أن تستفتك فيها وتتصل بالآخر وتقول معاملة أريد أن تستفتك فيها فهل هؤلاء المشايخ والعلماء عليهم أن يجيبوا هذه المؤسسات ويحلوا لها مشكلاتها ويفتونها في مرضيلاتها هكذا بدون أجر؟ أم يجوز لهم أن يطلبوا مثلا مقابلا أن يجوز لهم أن يطلبوا مقابلا والاستشارة فقهية كما هو بالنسبة للاستشارة القانونية أو ذلك أحسن بما أن هذه المؤسسات تدفع للاستشارة القانونية والهندسية والذلك فهنا أيضا هل تدفع لاستشارات الشرعية؟ وخاصة أن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة ونوع من التفرق؟ نعم هنا المدهم المالكين فاضوا أيضا برأي جميل وهو أن الفتوى إذا لم تتعين على المفتي فإنه يجوز أن يأخذ عليها أجراء وبقية المذاهب منعت هذا الأمر وقالت بأن هذه الفتوى هي عمل ديني محض وهي قربة ولا يجوز أخذ العواضي والأجر على القربات المدهم المالكين قال لا هذه الفتوى التي لم تتعين على المفتي لو لم يوجد إلا هذا المفتي يعني لما جاز له أن يأخذ الأجر على المدهم المالكين يعني أصبح من نسبة إليه بيان للدين وقربة محضة لكن إذا تعدد المفتون وأصبح بالإمكان أن يستشار أكثر من شخص ولم تتعين بأي حال من الأحوال الفتوى على المفتي فهنا يقول لا هي ليست قربة هنا ليست قربة محضة هي نوع قربة وهذا الأمر فبتالي يجوز أخذ العواضي عليها وذلك قياسا على أخذ الأجراء على الإمامة على الخطابة على التعليم الدينية كثيرة جدا تعقيد الحياة تعقيدات الحياة وتفاصيلها الآن يعني أصبحت ربما تفرض هذا النوع من المعاملات يعني ربما قديما لأن حتى الفتوى تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأحوال يعني بطبيعة الحال هذه المهام الوظائف الآن أصبحت وظائف تقتضي كما ذكرتم يعني أن يفرغ لها الناس الآن مصالح تعددات والحياة تشابكت في المجال الاقتصادي والاجتماعي كيف نفرغ مثلا يعني شخصا لوظيفة دينية ووظيفة الإمام وكذا ونقول له لا 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 يجوز أن تأخذ عليها أزلا إذن كيف سوف نعم هذا الرأي يعني له في الحقيقة يتعامل مع الواقع يجسد فقه الواقع بشكل نعم نعم ويجسد فقه الواقع ويجسد أيضا أنه مثل ما أنت تفضلت فقه السصلاحي صحيح وفقه مبني على المصلحة المرسل فيقولون المالكي هنا بأنه لو لم يأخذ هذا المفتي أزلا لما تعطلت خطة الفتوى ووظيفة الفتوى ولما وجد الناس من يفتيهم وأيضا هذا الشخص لا بد أن يكون له كفاية ولا بد أن يكون له مؤنى فإذا لم تتعين عليه الفتوى فإنه يجد له أن يأخذ أزلا عليها وهذا الأمر هو الذي هذا الرأي المالكي هو الذي طبقته البنوك التشاركية في العالم كله نعم فهي تتعاقد مع علماء فيما يسمى الهيئات الشرعية صحيح البنوك التشاركية وهؤلاء يتصرف لهم مكافعات بين سنوية كما تصرف بغيرهم من المستشاري القانونيين ومن أعضاء مجلس المجالس الإدارية على ما يقدم له من خدمات استشارية وهذا يضمن حتى استقرار المؤسسات هذه المؤسسات إن في كل مرة كما ذكرت تبحث عن فقيه أو عن مستفتي يعني عن مفتي يعني ليس كأن تكون لك الجناء مخصصة لهذا الغرض فهذا الأمر يحافظ على الاستقرار المؤسسة يعني وأداء وظيفتها بوحد الشكل لهوي يكون سليس ربما يختم إن شاء الله بهذا القاعدة دي تأجير العين أو هذا الرأي تأجير العين لمن باعها نعم أيضا هذا فعلا رأي فاردة به المالكية وأرفضت في المنطقة المالكية أنه يعني التأجير ما يسمى بتأجير العين لمن باعها نعم أنا عندي عقار معي البيت يعني الواع يعني البيته لك نعم وصار ملكا لك فهل يجوز لك أن تؤجرني هذا العقار؟ هل يجوز لك لي أن أشيط عليك أن تؤجرني هذا العقار بدل أن تؤجره إلى شخص آخر؟ يعني تبيعني وتشترط علي أن أؤجره لك بالضبط إذا كنت ستؤجر إلى أي شخص آخر فأنا أقولك أنا أولى أن تؤجرني هذا العقار الذي كان بلكي وأنا خلته إليك فالمالكي يقولون لا مشكلة في هذا الأمر بقية المداهب يمنعون هذا الأمر ويعتبره في نوع من الجهالة في السعر أنه إذا لو أن الإجارة لم تتم بعد البيت فأنا أكون قد أخفت من السعر بسبب رغبتي في إجار الصلاة ولكن ما يقولون لا السعر يتجزأ لكل عقد بحسبه عقد الميع له سعر وعقد إجار له سعر في الحقيقة أستاذي الكريم شكرا الله لك أني أخبرت بأن الوقت قد وقت البرنامج قد نفذ وفي الحقيقة وقفنا معك على هذه الآراء الفقهية السديدة التي كان لها دور كبير جدا في فسح المجال للعمل المصرفي من التشاركي من أجل أن يتطور ومن أجل أن يؤدي وظيفته وأن يكون ربما يعني بديلا وأن يكون سبيلا لإظهار عظمة وعبقرية الفقه الإسلامي الذي هو فقه بطبيعة الحالين بني على الكتاب والسنة أشكرك أستاذي مشددا الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدي العزاء على متابعتكم معنا لهذه الحلقة التي كانت حول دور المذهب المالكي في نجاح العمل المصرفي التشاركي على أمل اللقائبكم في فرصة قادمة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته